قانون المالية وكما قال مروين منذ قليل ونحن نتحدث والمناقشة متواصلة مهدي في تحت قبة البرلمين شنو نجمو نستنجو حتى التوهل أنو قاعد يمر بطريقة ولا النقاش فيه بطريقة عادية بخسكو ولا شفنا كوميم حاجة نقاش فما حاجة نقاط تتغيرت شنو تقييمك لحد الان معنى كل سلطة قاعد تقدي في وظيفتها كما هي عليه هاكا الصورة اللي حابوا يصنعها انو مجلس متاع معنى يتبع التتباع مهوش صحيح اليوم نشوفوا انو قانون المالية سلطة التنفيذية اقترحت مشروع قانون مالية حسب الرؤية اللي عندها وحسب الضغوطات والإكراهات الموجودة فمن اقترحته على سلطة التشريعية فينا المومة عدتوش بالقوة ما مشيتش خدمة بيه فاما سلطة التشريعية توراقب اداء الحكومة توراقب مشاريع قوانين مالية مشاريع عديد القوانين الاخرى واعتار وينقحت عديد الفصول راه وقعت تنقيح عديد الفصول يعني متحداش القانون كما هو فامني وبالتالي هنا فاما فاما حيثيات فاما زخموا فاما حوار وفاما فاما تفاعل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وفاما شبه رقابة كما تحولها رقابة كتحب تقول انتي على الاداء وعلى المقررات واليوم هانا نشوفه فاما فاما مسنوا برا وواقف وقت اليزم يتدخل يتدخل من اجل معناها لعب دور اللي هو منطبعه تمدل عودة متياه قانون المالية السلطة التنفيذية راو خلينا نكون واضحين للناس راو فمش دولة في العالم ما تحبش توفر رفاه لكل مواطنيها راو ماذا بيها لكن باي ثمن وباي موارد مالية الناس التساول يطرح وقت يبدأ عندك شح في الموارد وعندك تعيش في اهزمات عالمية تأثر على بلادك وعندك شح في المناخ معناها اللي لمطار ما ثميش اللي نحن را نتحبه لتكره الدولة قايمة بالاساس على المنتوج الانتاج الفلاحي وقت يبدأ عندك تغير في المناخ خراه وفاما ظروب بش تتغير معاك بش تولي تعقل تشري واحنا شعب يستهلك المواد معناها خاصة القمح وغيره معناها بكميات كبيرة واحنا عدنا شح في المواد هذية وبالتالي تأعملك ميزانية حسب الظروف اللي تراهل لكن في نفس الوقت فما مجلس نواب تدخل لتعديل ما يجبه تعديله معناها شايفت فما اشحاف في بعض الفصول غيرتهم عمل التعديل في بعض الفصول الأخرى يعني هذي هو المطلوبة خيالي هي الحياة السياسية سلطة تنفيذية وقرر سلطة تشريعية وراقب وبعد نخرجه معناها بحل يرضي معناها لمصلحة شعب التونسيو في نهاية الأمر ولو أنه هي في مثل هذي الأوضاع والأوقات في مناقشة قانون المالية تبرز العلاقة ما بين سلطة ومعارضة في تصورات اقتصادية مختلفة فنشوفه النقاشات على عديد الفصول وهون تبرز يعني الموازنة ما بين السلطة ومعارضة مروين منجموش نحكيه على معارضة اللي هي في تصور مغاير لبرنامج رئيس الجمهوري كلمة معارضة كلمة كبيرة بالمقارنة مع الموجود في البرلمان الحالي نهيك وأنه عدد من النواب هكي فقط اللي ينقضوا مشروع قانون المالية يقول وذي غير مطابق لتوجهات اللي أعلن عليها رئيس الجمهوري هذا هو الحد الأقصى متاع المعارضة اللي موجود في المسألة هذية ولكن رو صحيح وفهم نوع من الحوار وهذا في حد ذاته النجم يكون به الحوار دي ما حاجة تخلي الأمور تقدمه لكن هامش التحرك متاع النواب خاصة فيما يخص قانون مالية رو كيبش يقولوا الأمور كيما هي رو صغير ياسر فيما عدا عدد من الإجراءات الجبائية من وتعديلات في بعض الفصول النواب ما عندهمش اليد على قانون على مشروع قانون مالية بالطريقة اللي النجمو نتصورها معنى إذا كان نعاود لليباليين متاع اليير بي بي والعمناو اللي نعملو تحوير في مسألة وكذا النجم يكون محمود إلى حد ما ولكن ما عنده حتى تأثير على التوجهات الكبرى وعلى السياسات الكبرى على سبيل المثال الوقت اللي الدولة تونسية تقرر وأنها تضرب في ثنين تقريبا نسبة التدين الداخلي متاحا مع كل المخاطر اللي هذية ينجم يكون ينجم يكون مرتبط مع إجراء من النوع ذية في آخر الأمر نواب ما ينجموا يعملوا حد شي في عوض في غير أنهم في مداخلاتهم وعدد منهم قام بشي هذا ومشكورين ديير يعني انت هيحذروا من مخاطر السياسة بطريقة هذية أو ينبهوا إلى مسائل معينة ولكن في الحوار مع ممثلي وزارة وزارة المالية معا ما ينجموش يقول ورا عايبش نقصو لكم نسبة نسبة التدين الداخلي متاعكم مثلا فما كما قلت لك فما نوع من التفاعل فيما يخص إجراءات جبائية ولكن ما أكثرش من هك يعني اليوم كنسمه نائب كما ياسين مامي كان في استضافة جوهرة أفاهم اليوم المسباح وليقول أنه اليوم الدولة أنها ترجع القروض متاحة هذي ما يعتبرش نقرة في العنوين تباع وليقول كان على قانون المالية لسنة الفين وخمسة وعشرين أن يتركز خاصة على على النمو الاقتصادي والاستثمار منه إلى يعني كما قال هو هذين نجمو نعتبرو نعمل معارضة للتصور القانون المالية كما جاء إلى البرلمان صحيح معارضة صحيح معارضة في حد في حدود معينة حتى ياسين مامي من النواب أيضا اللي قولوا رغمه مش توجهة رئيس الجمهور ولكن في آخر الأمر المشروع قانون المالية المطروح حاليا لا يبتعد كثيرا على ما سبق من قوانين المالية فما يعني أحداث لعدد من الصناديق لحاجة باهية معنا مش كله مش كله خايب ومش كل يتلاوح ولكن بعيد برشا على ما سمي بالثورة التشريعية وعلى مسائل من النوع ذا وفما في تقديري على قل فما إهمال لمسألة النمو الاقتصادي وفما إهمال لنسيج الاقتصادي التقليدي بين ظفرين اللي هو يتم التعامل معاه على أساس الماشينة كاش اللي ناخذوا منها الجباية وكهو نمشي والموضوع عندكش فكرة يبدو أنه فما عندها أشهرة متواصلة لعملية التوريد هذية حسب المتدخلين التوينسة من الشأن من الجهة النقبية عندهم شكوك حول مدى قانونية عملية الاستيراد هذية يبدو أنه فما وثائق ناقصة فما بيانات ناقصة فيما يخص العملية هذية والنتيجة وأنه المتاع البلاستيك في تونس يفضلوا يخدموا بهال المادة الأولية في آخر الأمر اللي هيت تكلفهم أقل من البلاستيك اللي تم لمانه في تونس عن طريق البرباشة وليزم هم يخلصوا بالوزن هذا هو الإشكال إذن المتروح اليوم والجانب النقابي سمحني قالوا زادا اللي هما وجهوا مراسلات في الشأن هذية لوزارة الصناعة وزارة التجارة والدوانة التونسية للحديث على المشكل هذية وعلى مسألة الاستيراد النفايات البلاستيكية من الجزائر وحسب كلامهم توجور يقولوا يقولوا اللي ما جاء حتى رد في المسألة هذه هو في كل الحديث وحنا تونس نستمنع من توريد بعض المنتجات والبضاعات انه متواجدة على المستوي وطني وليت تفرض عليها ذرائب ديوانية كبيرة يجينا في هذي من عرشنا حسب تصور مدين قاعد يصير التوريد يعني ما هوش قاعدين خلصوا عليه في ديوان حاجة كبيرة وتوريد موجود في كل حالات سوين كسر من كماناش عارف الكميات خادش كبيرة ولا زي كان نقاب على روح التحدث لكن هو التوريد موجود في حد ذاته التسائل مطروح لش نسمح بدخول مثل هذه المنتوجات وقت اللي احنا في تونس عدنا موجودين وعدنا نستخدم فيه لانه كما اذكر سيد طارق المسمودي كما قلت انت مرون منذ قليل وهنا تخص من الغرفة الوطنية لمجمع البلاستيك يقول اللي قاعد تدخل التونس بطريقة عشوائية هذا اشقال هو معناه مش بصفة بصفة رسمية المسمودي يقول انو النفاية البلاستيكية تدخل الى تونس دون وثاق قانونية او بينات واضحة معوجود مشاكل في فواتير الخلاص هذي وضعية ادت لتوقف عمليات رسكلة البلاستيك المحلي دونك فما مشاكل المطروح تدخل عبر المعابر الحدودية الرسمية ولا تدخل معناها بطريقة غير معناها موازية تصير الكنترا معناها خطر لكن اولينا تجيبوا في البلاستيك الملوث كنترا هادة وفيش مزي داخل هاي جيت من ايتاليا هيد ديجا هي تصدئولها ووقفت وهي في تار صفقة واحد لانو فاهم مواد مصرطن وفاهم مواد نووية ذاك عليش هما ملقاو شوين تخلص منا حاب يجيبو وعادنا والحمدول تصديني لكن احنا سامحني هالقطاع مثلا والبلاستيك يعني المورد هذي ما نحن ناقصين عادنا في تونس موجود وفاهم الناس تخدم فيه وفاهم تيناح الصبات تسكي كوير وما نجيبوش لانو يمسل المنتوج الوطني وهنا واحنا مختص سناعة الجلد والأحري هي كيف كيف نحبو نعرفو اكثر ماذا بينا نشوفو اكثر تفاصيل على خطر لحد الان لحد الان عنا كان ناطق رسمي باسم الغرفة معني اكثر تفاصيل شنو اللي صاير اول مرة نكتشفو الاخبار هذي معاكم بسمعني في وسائل الاعلام فننتظر اكثر توضيح من سلطة الاشراف بما انا حكينا على نفاية اللي تدخل تونس شنربطوه بالديوينة بعد الفاصل اذا البرح رئيس الجمهورية يستقبل سيد محمد الهدي سيفر اللي تم تعينه مدير عام للديوينة اشتركوا في القناة 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 في البحر مما ينجر عنه اضرار اضرار بيئية خطيرة ويعتبر يعتبر الصندوق العالمي للطبيعة تونس من بين اهم المنجين للبلاستيك في منطقة المتوسط اذ تستهلك تونس سنوين مليار كيس من البلاستيك ثمانين بالمئة منها لا يتم تجميحها وهي غير قابلة لعادة الرسك لها بلاد البلاستيك للأسف الشديد شخصية جديدة وشخص جديد سيد محمد الهدي سيفر على رأس الديوانة هيدا في علاقة بالبطاطة الموردة ما دي حسب رايك ويمكن عند وعند وامباكت كبيرة لكن زيادة ممكن في علاقة بالأداء الديوانة معناها في الفترة الفيت المدير العام السابق راهو رجل فاضل معناها معروف باندو معناها بنظافة يده وصرامته لكن الأداء شوف سيديدوسي هما فينا المو شنو انتش انت في المنصب اللي كنت فيه شنو اللي قدمت إضافة لي مهيش فقط ما تنجمش يقبلها العقل معناها في دولة نحن نحاربوا في الفساد ونحكيوا على صحة المواطن وغيروا تسير معناها حالة متولية فما عديت أمور مسترابة في الموضوع هذه وتسالة هنا معناها وين سيد مدير عام الديوانة معناها كيفاش دخلت هذية وكيفاش تعديت البرد وكيفاش وصلت فهمني وكيفاش ما صرتش مراقبتها ومش كيفاش الديوانة فقط حمس ولي الوزارات المعنية بالأمر الكل نعتقد وأنه عنده أكيد علاقة كبيرة لكن بيق باشي أخرى إن شاء الله إن شاء الله مش أننا نحينا مدير عام حتينا مدير عام والنتيج هذية ولمطلوب بينا أكثر نجاعة في الأداية وأكثر فاعلية وخاصة أكثر يقظة لأنه الحدود حتي هي الحارس الأساسي لأي دولة لأنه عبر الديوانة المعابر الحدودية هذيك البحرية والبرية والجوية رأيت نجم ديك آلاف السلاعة اللي تقتل الشعب معناها واللي تسرطن واللي غيره كيف ما تحدثنا علاني ولو شوف المفارقة ديما بردسوسة في تصير فيها هذية رو التسائل كبير بالحق معناها النفايات البطاطة القمح المسرطن في بردسوسة المجرد معناها معلاش ديما بردسوسة هو تصير فيه الكويرث الكبرى سؤيل يترح بودة هنية زادة خطر تكون بالصدفة اثنين اما أنا من اعتقد الصدفة ثلاثة مرات معناها فماش ثلاثة اشي مع مرات تكون الصدفة معناها وبالتالي اليوم هنية زادة فما التساول بش اي حاجة معناها تذر شعب التونسي تتعدى عبر هالميناء دي سؤيل يترح مروين هو اشوف اذا كان اذا كان والزطلة حق وتفكرتك الكميات الكبيرة متاع الزطلة وال اللي حجوهم وقتها والحمد لله تتصدي وقع في الميناء في حذيته لكن عليش تيمر عبر ميني ياسوسة ما فهمتش اذا كان نعتبر انه التسمية هذية جيت في مكان سي سي زهير الماجري اللي هو كان المدير العام السابق للدوان التونسي اللي هو بدو تم تسميته في مارس الفين واربعة وعشرين بعدها سي ريسان رلاتيفما من يشار فتعويض يمكن انه نربطوه بمسألة البطاطة اللي فها مشكل وهذا كلم زاد تم تلميح ليه ايضا في اللقاء الاخر اللي عمل رئيس الجمهورية مع وزير التجارة لكن مرة اخرى يعني ضد هال التمشي هذية متعل تعويض المسؤولين وتعويض الهزراء والحقيقة اعتمادا على بعض الخبرة في ما يخص التصدير والتوريد في حياة اخرى كما يقولوا انا الحقيقة ما تصدمنيش معناته المسألة وبالعكس الرا وانو انظمة الرقابة خدموا خدمتهم باش باش السلعة ديك ما دخلتش لتونس وما تمش يعني تسويقها وما خلطتش للأسواق وللاستهلاك العائلي متاع التوينس يعني تنظر الموضور من زاوية معاكسة تمام انا في العادة نكون قاسي شوية على الأجهزة وعلى الدولة في الحالة هذا يرى وانو فما أجهزة خدمت على رواحة باش الخضرة هذية اللي فيها مشكل ما خلطتش للأسواق بينما انشاطر مهدي في رايو وحاول تواتر الأشياء هذية في نفس المكان هذا صحيح يدعو إلى الاستفهام ويدعو إلى البحث والطمحيس ولكن هذية سلعة جات فيها مشكل ولهي حاجة تصير أكثر ببرش من اللي نتصوره ممكن هذية اخذت أكثر صادية لأنه نحكي على بطاطة اللي هي ناقصة في السوق ممكن الطرف المورد هو الدولة أما راو حويج تصير مشكل طبيعية ولكن يعني متواترة وفما دي بروسيدور اللي يتعاملوا بعد المسألة هذية وراو أيضا فيما يخص عمليات التصدير والاستيراد راو فما مكاتب مستقلة ومحلفة على المستوى الدولي اللي هي تقوم بمسائل المراقبة هذية والمراقبة الصحية ومراقبة من النوع ذي يعني تدخل الدولة كطرف مورد راو أصغر من اللي أصغر من اللي نتصوروه دكار بالضبط بديتأكد من 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 الجودة منتع المنتوج وباش البايع زادة يحمي روح ويقول راو عندي ما يثبت ليا نراني بعفت حاجة كونفورم باش انتي غدوة ما تقوليش ليا مريضة منيش مخلصك مثلا ولي حاجة من نتصور على مستوى الوثائق وعلى مستوى التحقق من جودة المنتوج ولكن على مستوى أعم من هكا أنا الراب العكس وأنه فما فما أجهزة خدمة خدمة على رواحها وممكن ونختم لهنا مريم ممكن زادة ممكن الصفقة هذية عملتش بنوع من السرعة لأنه السوق ناقص فهذا أدى إلى التسرع مع تقولي التسرع مع السرع وهذا تأييد لكلمك مروين ومادنا سمعت عديد الخبراء اللي من وزارة الفلاحة اللي من لتاب زادة يقول لك كنا نجمو نتخلي ومعناتها على التوريد هذية عشر رييم أخرين البطاطة بتكون في الأسواق حتر فما دي بريود اللي تجي فيهم البطاطة وفما دي بريود اللي تنقص في الأسواق دون كينا علينا معناتها أن أنت عشر اثناش يوم وتجي للبطاطة للأسواق معنا نتخلي 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 ومعناتها النقطة الأولى في الظاهرة هالضغط اللي سير معناها المجتمعي على مد ما تعني حتى شي أنا تساء نتخلي قيمة الغذائية للبطاطة والأهمية والله أنا صدقني معناها حتى ولونا ضدها لنو خطر لإقصال هذوما لطمات concentرية اللي تحطوا في الحكوك الطمات معجون اللي نطيبو الضغط اللي صار عليها معناها تحت ضغط على مستوى إعلامي على مستوى فيسبوك على مستوى الوسائل التواصل الرقمي والله تكايني كما زقوق وكل عام معناها مفهمت حليش وله فتخلقت عند التونسي في مادة ما ينجم يستغنى عليها مش مشكلة العاشرة اثناش يوم تحكي عليهم كل نجم سان هذي النقطة الأول النقطة الثانية هو كيفاش انت كوزار التجارة كيما صار في الحليب كيما صار في البطاطة كيما دي ما يصير هنا يراه تسائل كبير يعني انت تعرف لي فما فترة انتاج يتيح فيه في الحليب كيف كيف فما فترة معينة تصير فيها بس لك تسيون لي يتيح فيها كمية الانتاج للحليب كيف في البطاطة انت علش ما تقراش حسابك بالمسبق معناه الاشي هذي علش احنا يزم وقت يتنقص معناه مخلينا على رحمة ربي يبدو انو صار التخزين ما جوا لكن دخلوا على الحط الوحي هاني بش نجيك لهنا في النقطة الثيثة اذا انت قريت حسابك لانو فما كميات معينة يشيدي وما تخرج انت بش بش تقو سيحنا الاليات كل يزم تغير راه ويزم نشوف مسالك التوزيع عدية منظومة التوزيع في البلاد يزم تتغير لانو سيد معناه يتمكنوا منها المحتكرين يتمكنوا من المضاربين المستحيكة ماذا الدولة بتسترجع مسالك التوزيع متاح مهما بش تتبدل الاليات لكن في هذا الكل انت تعرف انو فما مادة فيها نقص وغير وكنت تعمل احتياطات كاملة انا نقول لك هنا الخلل في وزارة التجارة بالاساس رأوا اداء وزار التجارة قاعد عنده مدى بصراحة هو اللي قاعد يخلق في الازامات هذية في النقص هالموجود هذية بحسنية بصونية لكن في كل حالات غياب استراتيجية غياب يقضى غياب رؤية واضحة غياب سيطرة كلية على مثال التوزيع يخلق لك الازمة اليوم كمان البطاطة هاي شاء الله تاو نشوفوا بعد مدى اخرى جي فما نقص في انتاج شوكولاتة هاي شنفاد لك نقول الشوكولاتة بما نحن هاي شاء الله ما سو المزار تجار رأوا الفلفل جي هاي شاء الله نقرا واسيبنا بالحكية هاي هو رأوا لأينا قلت الشوكولاتة بن باب الدعابة ولكن اينا هون يبش نربط بالكلم اللي قالوا مهدي رأوا ساعات معنتها أنه اليوم تولي مسألة حيوية نقص متاع مادة ولا ما هيش حليب ولا ولا تماتم المعزونة تماتم المعزونة في البلاد أهم البطاط خطرنتي طيبة عادتنا الغذائية دخلت فيها هي البطاطا ثم موضوع موضوع الرجيم المنطير متاع التونسي هذي موضوع موضوع كبير وموضوع اللي ما تختمش عليه للأسف صحيح وموضوع متاع متاع صحة عمومية في الأثناء البطاطا أحد المكونات الأساسية متاع طاولة التونسي هو سومها سومها زادها يا مهدي سومها روما نساها وش زادها المقدرة الشرائية متاع العباد راية تعبة شوف فما مسائل يتطبق عليها المنطق ويتطبق عليها المنطق متاع العرض والطلب والسوق عمرو ما كان في تونس عنا مشكلة بتاع بطاطا عنا البطاطا عام كامل وكنا حتى نصدروا في البطاطا عليش لأنه كانوا فما حاجة اسمها المنطق نحن نحكو في الموضوع بعد الفاصل مروينا مجي إكس بري ترجمة نانسي قنق علاقة بالبطاطا وتوريد البطاطا وتعيين مدير عام على رئيسة ديوينة رئيسة الجمهورية استقبل سيد سامير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات وشدد رئيسة على ضرورة توفير مخزون استاتيجي في كافة المواد الأساسية لتعديد الأسعار هذاك ما جاء في بلاغ على الصفحة الرسمية للرئيسة الجمهورية التحكم في مسالك الواردات واخضحها لرقابة مشدة وتحدث كذلك في هذا اللقاء على ديوينة تونسي للتجارة ونربط بكلمك مروين على المشكلة المشكلة ستراتيجي مروين ما ننسيوش زادة اللي راو عملية التخزين هذية والليت فما خلط كبير بين مش ما نقولش حاجة أخرى بين التخزين والاحتكار والتخزين لتعديل السوق والتخزين لتحقيق أرباح غير مشروع هنا فما خلط كبير عن السلطة بتبعت الحال بتبعت الحال فما كي تجي أنت الفلاح الفلاح ما عندوش الحاق يخزن مش بدا واضحيا انت كيتمشي كيتمشي الوقت الوفرة تمشي تحط السلعة الكل تهزر بالقصح أولا ساعة ما تدخلش كل خطر السوق معبي وبش تبيحها بأرخص الأسواء ووقت اللي ما فماش انتاج مدامني أنا كافلاح ما عنديش الحق نخزن شنو يصير هاكل وقتها حليت انت الباب للمحتكرين والمضاربين جزء ما اللي هو مستعد أنه يخزن في الريسك كما نقول يخزن ويخزن ويخاطر بأنه يعاقب قانونيا على عملية التخزين اللي يعمل فيه وقت اللي انت الحاجة الردوها الردوها مجرمة النشاط التخزين هذي اللي هو خلافا ما يمكن يتصوروه برشا عبيد من المجالات اللي رقمنا فيها عملت فيها خطوات كبيرة خلافا اللي يتصوروه بالنسبة لوزارة التجارة حول مدى توفر السلع يفوت بأشواط ما هو موجود في مجالات أخرى خلافا اللي يتصوروه فكي نجي ونحن نجي هنا أنا فلاح نخدم على روحي بش تحطني النجم ندخل الحبس أو النجم نتعاقب بخطيئة مالية كبيرة على بطاطا اللي هي في آخر الأمر ما هيش منتوجة كل فيها فيها أرباحة كبيرة عليش تحبني أنا نزرحها أصلا البطاطا فشقا كي ولا تختارها أكثر منها هذا المنطق اللي تخل في السوق ونختم اللي هنا والمصيبة الأخرى اللي للأسف قاعدين نطبقوا فيها في المجال هذي وفي مجالات أخرى هو مسألة التسعيد نعم هو مسألة انتي تفضل سيل فلاح جيب الدوا جيب الخدامة اخدم عام كامل أزرع نحي آآ فما مطر ما فماش فما ونجيك أنا في الدولة في آخر السلسلة هذي الكل نقول كاس ما حقا آآ يزمك تبيع بتسعتاش مية هي مانيش بايع وهذا اللي قاعد يسير وهذي مثلا في منظومة الألبان في عدد من المنتوجات من أكثر منظومات اللي تذرت به هذا التصرف ما هذي ضروري التوفير مخزون استراتيجي في كافة المواد الأساسية لتعديل الأسعار هذي في بالي معنى تم عليش نعود وانترحوا فيه هذي آليات عمل توزير تجارة هذي دووين موجودة في وزارة تجارة من أولى أوليات العمل لامتاحها هو توفير المخزونية استراتيجية كيما كنا نتحدث ونحن نعرف أنه فما فترات نقص متاح إنتاج هذي هالدولة من المنطقي وزارة تجارة نتحدث وديوين تونسي للتجارة خاصة من أولى الأوليات وهو الإعداد هالنقص هذي تحضير جيدا مش كان فقط أنك جيب المادة اللي بشير فيها نقص ومراقبة مسالك توزيع واعتماد آليات توزيع جديدة راو خاطر القديمة كيما كنا سيطرت عليها المضاربة والاحتكار ما عاشت نجم تقاومها الدولة وبالتالي هذي هذي نتحطو فيه إذا اليوم مش نعود ونذكروه هذا هو معتنذكروا بالبديهيات قاعدين ونتخان على خاطر مرة متاع السوق يا سيدي خلي هالمرغوب هذي سيب للناس كل خلي خلي سيدي تحب تستوكي تفضل تحب تراقب تحب تراقب الأسوام ما وشنو يوصل للمواطن راقب هوا مش الربح تعطينيش سوم في اللخر قول يا سيدي ايجا سيدي انتي السلعة الفلانية بالفاتورة الفلانية في السوم هذي راو ما عندكش الحق تربح أكثر من 30% مثلا مش تجي انتي تعطين ما يخليه شي يخدم يا مروين احنا بلاد نطقن معناها التلاعب في كل سيحاتها فتورات ويلعبوا فيها يوليك تعطيها الخواص شنو الحل الحل سهل على الأخر أول حاجة دي نعتمدوها تغيير آه اولا عندي فكرة تقول لي انتي فما خواص حب دخول يخوي انتي ميسلش دي وين تونسي للتجارة هات نغيرول الهيكلة متاعه على القانونية وهات يولي وقت لي عنده عملية بشي يجيب هو يورد يفتح للخواص انهم يساهموا معاها مش مشكلة كما عملوا في القهوة مثلا يفتح الخواص وميساهموا معاها وانه هو يولي الدولة في نفس الوقت تحت المراقبة متاع الدولة يعني يكون حسب يعني تصور كل المخترح هذي انه الديوين تونسي التي جاء ولي دور رقابي دور رقابي تضمن وأنه السلعة هيا احنا حبينا ولا كرحنا مسيلش من كلوها القتاع الخاص يخدم على الروح ولكن فمر وهذا حق وراه المش حق هو الجشع في الربح انت بتربح من حقك تربح وتعمل هذا منشجعون احنا بالعكس يجب تربح يعمل ارباح لانه يدخل الدول الاقتصادي لكن معناها الناس تحب تربح وما تخسرش حتى شي ما تحبش تدفع ما تحبش تخلص دي بأذار يبري ما تحبش موجودة لعقلية تعيش كون نكتبو ويعمل ويجيب لكون يتحيل بطريق الف انواع انواع التحيل باش يتهرب من الاداء الضريب يمتاعو باش ما يظهرش معناه برشح واق مقتنية بالتالي خليكم واضحين انا مع القتاع الخاص يخدم على يروحوا بكل رياحية لكن تحت مراقبة الدولة لذا تغيير يعني تغيير هدف تم انشاء من ديوين تونسي لتجارة في فترة ما جاوزناها الهيكلة في حالات يزا ما تغير انا مفهمت معناها ديوين توسي لتجارة هذي دوين كل يزا بتتجمع عطو يصير ضم للدوين هذية باشيكون اداية وفعالية اكتر انو رئيسة الجمهورية يستقبل لوزيرة التجارة ويتحدث معاها على التحكم في مسالك الواردات واخضحها لرقابة مشدة هذي في علاقة بالبطاطا وتغيير مدير ديوينة يمكن نفهموا اللي الاشكال ما كانش في وزارة التجارة وانما في ديوينة الاستنتاج ممكن نجم يكون فرد الهات هذي نقرأ نجم يكون تنبيه اول وزارة التجارة نجم زادة تكون تنبيه اول هذي ها وتعدينا المرة هذي المرة هذي المرة هذي اه احسن تنبيه يصير هو تغيير التصور متاع ديوين واك كما قلنا واليوم يزم الدخل اليات جديدة تصورات جديدة رقمنا ووقت اللي تفقد الروز ما جابوش ديوين الوطن التجارة المحلات الكل موجود فيها الروز دخلوا ما نعرش بأي طريق لقينا الروز الكل ونكلموا هاو الواقع معناتها الحقيقة زادة دونك يام بروبليم او نيفو د تصورات متاع الدولة نقصة انها تخمم بتريقة اخرى نمشي ونختمو احنا بموضوع اخر اللقاء لصال بيره في قرداش البره رئيس الجمهورية عمل اللقاء حول الاعلام العمومي واستقبل سيدة هندة بن علي الغربي اللي هي بي دي جي بتعليدها التونسية صديقنا شكري بن سير بي دي جي تلفزا ناجح الميسيوي بي دي جي التاب سيد سعيد بن كراين بي دي جي سني بلا بخيس وكذلك محمد بن سلم المتصرف المفوض بي دار الصباح وتحدث الرئيس عن دور الاعلام الوطني في هذي المرحلة السؤال عليش اللقاء هذي ما عندي حتى فكرة عندي حتى فكرة كي نقرأ نقرأ البيان لحقيقة ما بنش البيان المعلومة الواحدة اللي موجودة في البيان هو انو مقابر في غير هذا مفهمة حتى مفهمة حتى شيء اه فما حتى تسئل معناتها لمن مواجه البيان هذي نحكيه على كي رئاسة الجمهورية تحكي على افكار جديدة تتضارب مع افكار قديمة وفي خيضم هذي الكل يخرجوا افكار اه ما عش كيفيش هذي مراش لحقيقة شنو شنو اللي شنو اللي يزيدنا في واقع الاعلام العمومي الحالي مسألته انو الاعلام اه عنده دور يلعبه في الحرب حرب التحرير الوطنية ماهيش فكرة جديدة قالها رئيس الجمهورية في عدد من المناسبات في الاثناء فما اه فما نوع من البطء والتعثر في اه في احد المشاريع منها ضم دور الابريس والصباح ماهي مؤسسة واحدة اه فما ولكن هذا هو الموضوع عاليش يستقبل في البيديجي بتاع التلفزة والاذاة ما نعرفش نعرفش جستما بالتبعه فما حتى كلمة على الاعلام الخاص هذا النجم يكون النجم يكون مفهوم في اطار اللقاء هذيه ولكن الاكيد هو انو الحكومات المتتالية ما عارت حتى اهتمام تقريبا للمسألة هذية المسألة وضعية الاعلام الخاص حاليا حاليا في البلاد ورئيس الجمهورية مرة اخرى ونختم لهنا معنا عاود فكرة اللي كان قالها قبل حتى في زيارات الميدانية لعدد من هتي المؤسسات اللي لا مجال للتفويت فيها وبش يتم الحفاظ عليها بتباعة الحال بان هنا احكيوا على التفويت بمعنى البيع ولو انه ما منصورش وانه فم برش عروض متع شراء لهذه المؤسسات وهذا هو لكن على المستوى الاجراء وقرارات وحواج من النوع ذا مرين شي ممكن بعد كما شفنا في مجالات اخرى يتبع هذا اللقاء بلقاء على مستوى النجم هما بيدهم الاربع مديرين يعني انت يقابلوا رئيس الحكومة ووقتها ممكن يكون اعلان على اجراءات عملية اكثر ولكن على حد اللي خرج البارح ما فهماش حاجة حاجة بالموسى التذكير باهمية الاعلام الوطني في هذه المرحلة التي تعيشها تونس في حرب التحرير الوطني هذا اللي يجي في البلاغ وكذلك التذكير باهمية الصحافة المكتوبة اللي يقول البلاغ انه كان هناك نية تتجه الى تغييبها في جزء تغييب يعني من جزء من تاريخ تونس هنا نفهم ويحكي على دار يمكن كما قال مروين ننتظروا ما بعد هذا اللي قال لانه ما اخرج حتى شيء من اللقاء هذي مشكلته لأنه كان جمعية اللي داع والتلفزة وحدهم ولا اللي داع وحدها والتلفزة وحدها او سنيب هو ماشيين في اتجاه تسوية وضعية دار الصباح سنيب صفة عامة وغيره في القريب العاجل تصور هالتسوي كيف يكون هالترى معناها مؤسة واحدة او انه بيش يقع معناها شوفوا السياغة اخر الاكيد وانه هو ذيك على الشدد على الدار الصباح قال وانه الان الاوان بيشوفوا حل الوضعية متاع هالمؤسسة هذومة نعتقد انه بيش يخذ فكرة واراة معناها على حول كيفاش معناها تحسين وضعية الاعلام العموم بيش معناها انه انخيرات هالمؤسسة العالمية في اعجندة معناها التغيير اللي قاعد يصير على المستوى المجتمع وعلى المستوى السياسي ما بتبيعت المؤسسة هذية بتبيعت هي مساهمة بيدورها ما نجيو اليوم معناها نتحطو فيها ولا نذكروها بالدولة اللي يجب تلعبو هي مؤسسة اعلامية عمومية خطران هنها المفرقة متاع ميديا مؤسسة عمومية تتبع للدولة حبيت تمول من الدولة وتغرز من الدولة يلزم تكون في نفس الخط مع الدولة حبينا ولكرهنا خاطر ناس تحب تخلق معناها بضعة جديدة فيما فمن هيش الدولة زيدة من حق يكون عندها لسان تتحدث بيه وسيلة اعلامية خامش وفي حزيب قبل عندها وسائل اعلامية ومن الخط وتساند في حزب هذا من حق هالدولة زيدة من حق تكون عندها لسان الاعلامي معناه ايضا كبير نرجع لا لا خاطر احنا كزوفريني واحد متوانا مواصف خاصة بعثت مواصف عالمية خاص انا عندي فكرة وخط تحريري ايجي وناس يخدموا عندي يقول لا تفرش علي خط تحريري انا شكرا مهدي مانعي شكرا مروين عشوني شكرا كل الفريق نشرة كاملة للاخبار تقدم هالكم توت سويت صفية محرر في رمي الناس كل